السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم. اليوم جئتكم بوصفات رائعة ممتازة هي لعلاج مشكل يعاني منها الكثير ألا وهو مشكل ترهولات الجفون والتجاعد التي تكون تحت العينين. اليوم سوف أتشارك معكم وصفات طبيعية سهلة فعالة والمكونات بسيطة جدا. هذا المشكل إن شاء الله إذا دومتم على كل وصفة من بين هذه الوصفات التي سوف أتشاركها معكم مدة سبعة أيام أي أسبوع إن شاء الله سوف تلاحظون نتائج رائعة. إذن سننتقل الآن إلى أول وصفة. بالنسبة لأول وصفة سنحتاج فيها إلى حبة بطاطس تكون متوسطة الحجم أو صغيرة الحجم بهذا الشكل. طبعا بعد غسلها وتنقيتها تأخذون هكذا مبشرة تكون ناعمة وسنستمر هكذا في بشر البطاطس في الجهة الناعمة لأنني أحتاج هنا إلى مبشور يكون رطب وناعم. أستمر هكذا إلى غاية ما أقوم ببشر البطاطس كما تعلمون. البطاطس رائعة تعمل على شد الجفون وكذلك محاربة التجاعيد التي تكون سواء تحت منطقة العينين أو حول العينين أو التي تكون على الجفون. أيضا تعمل على شد ترهولات الجفون. إذن بطبيعة الحال بعدما حصلنا على مبشور رطب وناعم سنأخذ هنا مصفات وإناء مناسب وسنبدأ بتصفية المبشور مبشور البطاطس. كما قلت لكم لأننا سنحتاج هنا إلى عصير أو ماء البطاطس. أقوم بالضغط جيدا. بالنسبة لما تبقى لديكم من مبشور البطاطس، يمكن أن تقوموا بأخذه وتضعون إليه تضيفون مقدار ملعقة من السكر الخشن. وتستعملونه كمقشر لأنه سيعمل على إزالة الخلايا الميتة والقشور التي تكون سواء على مستوى بشرة الوجه أو كذلك المناطق الحساسة بين الفخدين إلى غير ذلك. إذن كما تلاحظون الآن تحصلت على ما يعادل تقريبا مقدار ملعقتين كبيرتين هكذا من عصير البطاطس. بعدها سأضيف إليها مكون ممتاز مكون رائع مضاد للأكسدة ألا وهو النس كافي أو القهوة سريعة الدوبان. اختاروا أي نوع متوفر لديكم يعني لا تتقيدوا بهذه النوعية. سأضيف هنا مقدار ملعقة صغيرة من النس كافي. هو يعمل على ترطيب البشرة كذلك إزالة التجاعد على منطقة الجفون وكذلك تحت العينين. فهذه الوصفة تعتبر كاسروم لشد الترهولات وكذلك معالجة للتجاعد. كما تلاحظون بعدما حصلنا على سيروم بهذا الشكل يكون سائل تأخذون بطبيعة الحال قطنة أو قرص من القطن بهذا الشكل. وستقومون بتقطيعه إلى قسمين. هكذا. بعدها سنقوم بغمس هذه الشرائح من القطن بهذا الشكل. في هذا السيروم. ثم سنضع دائما تحت العينين. أو كذلك على منطقة الجفون. يعني فوق منطقة الجفون إذا كانت لديكم ترهولات على الجفون. بالنسبة لهذه الوصفة ضعوها بعد يعني تحضيرها ضعوها في التلاجة حتى تكون باردة. لأن تلك البرودة سوف تعمل لنا كذلك حتى على إزالة الانتفاخ تحت العينين. وأيضا سوف يعالج ترهل الجفون ويعالج التجاعد. هذه الوصفة حبيبات فعالة داوموا عليها كما قلت مدة أسبوع وبشكل يومي. حتى إذا تبقى لديكم منها إذا قمتم بعمل كمية كبيرة فاحتفظوا بها في التلاجة ثم استخدموها لليوم الموالي. ضعوها تقريبا مدة عشرون دقيقة إلى غاية ما تتشربها البشرة. بعدها قموا بإزالتها. ثم قموا بغسل بشرتكم. هذا بالنسبة للوصفة الأولى. سنمر الآن إلى الوصفة الثانية. بالنسبة للوصفة الموالية سنحتاج فيها إلى مكون رائع ممتاز. يعمل على شد البشرة وإزالة الترهولات وكذلك التجاعد. سنضع هنا مقدار ملعقة صغيرة من مطحون بذور الكتان أو مطحون زرعة الكتان. مطحون بذور الكتان رائع مغدي للبشرة وممتاز أيضا للتجاعد. سنضيف كذلك هنا مقدار ملعقة صغيرة من جيل الصبار أو جيل الألوي فيرا. سنضيف ملعقة من ماء الورد. ماء الورد ضروري أن يكون طبيعي مئة بالمئة بهذا الشكل. ثم سنبدأ جيدا في الخلط. أقوم بخلط المكونات مع بعض إلى غاية ما نتحصل على شكل كريمة. سنضيف بشرة الجفون أو تحت العينين جيدا من أي زيوت أو كريمات. سنأخذ هذه الوصفة ونضعها بهذا الشكل كما تلاحظون. ثم سنتركها تقريبا مدة نصف ساعة إلى غاية ما تتشربها البشرة. ممكن هذه الوصفة أن تضعها لكامل بشرة الوجه. نتركها كما قلت مدة نصف ساعة بعدها قموا بإزالتها. هذه الوصفة احتفظوا بها تبقى صالحة لمدة أسبوع بالكامل واستخدموها بشكل يومي. هي بالفعل وصفة ممتازة فقط جربوها وسوف ترون مدى نتائجها وفوائدها. الآن سنمر إلى الوصفة الثالثة. سنأخذ هنا كيس من الشاي سواء شاي الأخضر أو كيس من البابونج. سنقوم بوضعه في إناء ثم سنضيف إليه كيميا من ماء الورد. هكذا. وسنتركه تقريبا لمدة ساعة بالكامل إلى غاية ما ينقع وكذلك يتغير لون هنا ماء الورد. إذن أتركه كما قلت لكم مدة ساعة إلى غاية ما يتغير هنا لون ماء الورد. أنا سوف أريكم هنا فقط الطريقة. بعدها سنضيف إليه ملعقة صغيرة من جيل الصبار أو جيل الألويذرا. هكذا. ثم سنبدأ بخلط المكونات جيدا مع بعض إلى غاية ما تتجانس هذه المكونات مع بعضها البعض. بعد ذلك سنأخذ قطعة من القطن أو قطنة دائرية. نقوم بتقسيمها هكذا إلى قطعين. ثم نقوم بغمرها بهذا الشكل. بعدها تضعونها على منطقة سواء تحت العينين أو منطقة الجفون. فهنا هذه الوصفة ستعمل على ترطيب تحت العينين وكذلك الجفون. وأيضا ستعمل على تغذيتها. وصفات اليوم حبيباتي ممتازة ورائعة. وستعطيكم نتائج فعالة فقط هنا. اختاروا أي وصفة حسب المكونات المتوفرة لديكم. وداوموا عليها لفترة من الزمن. إن شاء الله ستعطيكم نتائج مرضية ونتائج سوف تبهركم. الوصفات هي فعالة وكذلك تعطي نتائج رائعة آمنة. كذلك بالنسبة للنساء الحوامل أو المرضيعات. ممكن أيضا أن تضعوا هذه الوصفة. حتى للرجال ممكن أيضا أن يضعوا هذه الوصفات. إذا حبيباتي كانت هذه هي وصفاتنا لليوم. أتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنكم. طبعا إذا أعجبكم هذا الفيديو. لا تبخلوا علي بالتغط على زر لايك. ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. وإلى اللقاء.